أنت النهاردة عندك تصريحات غريبة جداً طلعت من رئيسة فيتا كلاب الكنغولي وهي سيدة فاضيلة يعني النهاردة قاعدت تتكلم وتدلي بتصريحات حوالين الجمهور وحضور الجمهور للمدرسات وأنا الحقيقة يعني استوقفني التحدي أنا قريت كده ما بين السطور التحدي وهي بتتكلم عن لابد من أنه الجماهير تحضر وتخلص شراء التذاكر من منافذ البيع لأربعة ولازم جمهور فيتا كلاب يحضر كله وما تخافوش وأنت لو عندك أي مشكلة أنا اللي هتصدى وأنا اللي مسؤولة يعني أنا حسيته أنه فيه تحدي عشان كده بقولك يمكن تفاصيل المباراة يعني هي كلمة معرقة يعني معرقة ريادية معرقة على مستوى التحدي على مستوى أن النادي الأهلي يمكن هو موقف صعب شوية لكن زي ما أنت قلت وطاريخ النادي الأهلي مرنا بهذه الصعوب الصعوبات على فترات كتيرة آخرها النسخة الماضية يعني التصرحات اللي أنت بتتكلمي عليها دا أعتقد لازم تتحول إلى شيء إيجابي جدا لما توصل أنا لو ما كان لعبة النادي الأهلي ومسؤول النادي الأهلي أنا بالعكس أنا أكون سعيد جدا بهذه التصرحات اللي هتتقلب وتتحول لطاقة إيجابية جدا لأن هناك بيشحنوا شحن غير طبيعي بالنسبة المدير الفني تتكلم بشكل غير مش هتقول غير طبيعي لكن بيشحن بالنسبة لموعد المباراة بالنسبة أن إحنا عايزين ندايق اللعيبة وخلينا نتكلم أن كل دوت ممكن نترجمه لصالح الفرقة الفرقة لازم تسمع الكلام دوت وتتترجم لطاقة إيجابية وتتحول إلى تحدي وموتيفيشن للعيبة أنها لا طب أنتوا بتعملوا كده لا ده احنا النادي الأهلي ده احنا بطل أفريقيا ده احنا ده احنا ده احنا ومن خلال توفيق ربنا وأداءهم في الملعب كل اللي هنتكلم فيه كمان على التفصيلات ده يتحول لطاقة إيجابية كل ده كويس وكل دي أحلام مشروعة وإن أنه هم يعني أنت عندك فيتا كلاب دوت يعني بطل دوري أبطال أفريقيا من 73 قبل ما احنا نتولد يعني ما يعني دي أول مرة وكانت آخر مرة وكان وصيف مرتين منهم مرة أنا ما كنتش لسه تولدت فيها يعني ده دي أحلام مشروعة أحلام مشروعة بس أنا بتكلم في فكرة تانية نهاردة لما نيجي نحشد الجمهور علشان يحضر في المدرجات طبيعي جدا أن أنت تعمل حشد وأن أنت تتكلم بهذا الحماس وكذا لأنه ضغط العامل الجمهور ده عامل مش مساعد ده عامل أساسي جدا جدا في يعني المباريات المهمة اللي زي دي أبطفق جدا جدا بس ما تقوليش أن أنت النهاردة في ظروف استثنائية بتحشد الحشد ده يعني إن برحاني العجيزي كان مستغرب جدا أنت لعبت مباراة سنبا التنزاني وكان فيه أكتر من 15 ألف على فكرة أيضا إنا تبات بоты فيه واج forgotten استنى بس يا كابتن هاني عشان أنا برضو كنت بتداية قوي من أسرحتها النهاردة نقاريتها وانت النهار ده قبل متسبي تحديدا كان فيه قرار ولم يعمل به أن انت النهار ده بتحضر حضور الجماهير للمدرجات علشان انتشار فيروس كورونا القرار ده يعني أنا بشوفه ده يعني حبر على ورق ده كان مجرد حبر على ورق الموضوع الموضوع بتع قرارات الاتحاد الافروقي ولسه حتى بعد يمكن يعني لكل الفرق اللي بتلعب في دور الابطال ان بيعمل سبقات القرية اه طبعا ما فيش ما فيش جماهير وبتالي من خلال فقرات البيت الكبير هنعرف ان كمان النادي الاهلي مش هيسكت على حقوقه والكلام اللي انت بتتكلمي عليه لأ مجلس قدارة النادي الاهلي بعت يعني بعت رسالة ورسالة قوية جدا بيحتاج فيها في بيان ان شاء الله حنسرده مع حضراتكو البيان ده كان مهم جدا ان كمان النادي الاهلي بيعترض وبيعترض بشدة دي جزئية يعني نخلي بالنا منها دي جزئية على النواحي الادارية انا دايما بشوف من خلال انها كنت لعيب كورة وكنت مدرب ان الفصل ما بين الحاجات دي بالعكس احنا ممكن ناخد هذه التحديات تتحول الى ايجابيات تزود شحن الفرقة ايجابيا تزود طاقة الفرقة ايجابيا ونخلي الاداريات دي مشاكل الجماهير ومشاكل ده مجلس قدارة النادي الاهلي دائما وابدا بيدور على حق النادي بيقب بصرامة وبقوة لحقوق النادي دي جزئية جزئية تانية المباراة وهي الاهم التسعين دي احنا عندنا معارقة انا شايف انها ان شاء الله باذن الله تكون بوابة الوصول مش لدور التمانية ان شاء الله للمباراة الهائية فخلينا وعرف الجماهير على بيان النادي الاهلي اللي اصدره النهاردة طبعا اعتراضا على حضور الجماهير في مباراة حتى مباراة سينبا ومباراة فيتا كلوب النهاردة هو دا يمكن من اهم الاخبار اللي معانا النهاردة النادي الاهلي زي كابتن هاني كان بيتكلم النهاردة الظهر الاهلي طلع بيان باحتجاج رسمي لكاف لاتحاد الافريقي الكرة القدم عشان يوقف هذا القرار من قبل فيتا كلوب الكنغولي باقامة مباراة بكرة مع الاهلي في دوري الابطال بحضور جماهيري حتى لو كان فرد واحد يا جماعة ده بالمخلفة لكل قواعد العدالة مش بس يعني نظرا لانتشار فيروس كورونا ومسألة التباعد الاجتماعي والحاجات اللي احنا يعني عارفينها كلنا بقلنا سنة دلوقتي لا بيان النادي الاهلي كلم كمان في مبدأ تحقيق التكافؤ يعني دا انت النهاردة فين تكافؤ الفرص انت النهاردة دا بيتزامن بنع اعلان العديد من مسؤولي الكاف مؤخرا عن اقامة جميع مباريات دوري ابطال افريقيا بدون حضور جماهيري وده حرصا على المساواة بين الفرق المتنفسة هو دا بيان النادي الاهلي زاد على ذلك انه سبق وانخاض الاهلي مواجهته امام سنبا التنزاني على ملعب الاخير كان بحضور مش 15 الف كان اكتر من كده بكتير 25 الف متفارق تقريبا من جماهيرو في الوقت الذي لم يتم السماح فيه للاهلي بدخول اي عدد من جماهيرو في المباريتين اللتين اقيمتا بالقاهرة مع المريخ السوداني يوم 16 اتنين اللي فات وفيتا كلاب طبعا وده كان يوم 6 تلاتة تحديدا عشرين واحد وعشرين اجتماع الاهلي كمان النهاردة يمكن كان بيتكلم عن انه نادي فيتا كلاب اعلن على لسان مديره الفني انه قام بتحديد موعد انطلاق مباراته مع الاهلي الساعة اتنين الظهر في درجة حرارة بتتجاوز التلاتة وتلاتين درجة وعلى ملعب النجيل الصناعي الترتان لانه لعيبة الاهلي معتدوش ان يلعبوا فيه هذه الاجواء ردا على اقامة مباراة الذهاب بين الفريقين في القاهرة الساعة تسعة بالليل وكان كلام المدير الفني ان دي اجواء لا تناسبنا والقصص دي كلام اللي انت كنت تتكلم فيه من شوية فانت نهارده بتتكلم يعني انا بشوفه انه ده تحدي من نوع تاني يعني تحدي ملوش حتى علاقة باللعبة او الفنيات بصي هو كل مدير فني بيدور على مصلحة فرقيته وهو شايف ان اللعب على الترتان واللعب الساعة تلاتة ده في مصلحة الفرق وفي مصلحة الخصم السؤال اللي يطرح سهم ان مين اللي بيحدد المعاد هل هو الاتحاد الافروقي اللي بيحدد المعاد وبيحدد مواعيد المباراة ام الادارة الفنية يعني هو الراجل قال لك انا اصريت ان المباراة تكون الساعة اثنين ان تدهر عندهم تلاتة هنا في القاهرة دي نمرة واحد وخلي بالك بيقول واتمنى ان تكون درجة الحرارة عالية يعني كمان تضي تصريح بيقول اتمنى تكون درجة الحرارة عالية بكرة عشان تعوك النادي الاهلي ردا ان النادي الاهلي يعني ما بين قصين كده وانا بيستغرب من اللي بيقوله لانه بيقول للنادي الاهلي لعبنا الساعة تسعة في اجواء باردة ما كانش الجو بارد اصلا وبعدين على الناحة الفنية لما انت تلعبي فريق متعود انه يلعب بالدهر وتلعبي بالليل ده ده ادانتش ليه هو انه بيلعب في اجواء درجة الحرارة مناسبة جدا للعب الكرة بالعكس فهو في جميع الاحوال في حرب نفسية شوية على المباراة الحرب النفسية دي اولا من خلال الجماهير من خلال تصرحات المدير الفني اللي بيقول انا هعمل انه حكس بالنادي الاهلي واحنا يعني بنحترم النادي الاهلي لكن هنكسبه وحنلعبه الساعة 13 الحر هنلعبه على انجيل فكل ده هي التصرحات اعتقد تاني وانا من وجهة نظري انه لازم هذه التصرحات تتحول الى طاقة ايجابية بكرة لعيبة النادي الاهلي وجهازه الفني ان احنا نكون قادرين على الرد ودايما الرد بيكون من خلال التسعين ديئة من خلال مكسبك من خلال ادائك هذا التحدي ان شاء الله النادي الاهلي قادر عليه